بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن اللوب كنترول والادوات اللي هتساعدني او العناصر اللي هتساعدني ان انا هتحكم في اللوب. سيء البريك والكونتينيو والليبل. واحنا اتكلمنا عن البريك في الدلوس اللي فاتت هناخد برضو عنها فكرة وهنكمل مع بعض الكونتينيو والليبل ونشوف ايه هما. كالعادة كنا بنعرف الفار اي الخاص باللوب بتاعي اللي انا هشتغل عليه. وايجي اقول له فور اي بتساوي واحد اي اصغر من عشرة. بعدين اي بلاس بلاس علشان اعمل انكريمنت جوى اللوب. وبعدين كنت باجي اقول له ده اللي كنا بنعمله يا جماعة علشان نعمل تكرار من واحد لحد تسعة بالشكل انو شايفينه ده. طيب. قبل كده اتكلمنا عن البريك. جيت قلت له لو الاي بتساوي اربعة اعمل لي بريك للوب واقف اللوب. لو الاي بتساوي اربعة واقف اللوب. راح اعمل ايه? واحد اتنين تلاتة اول ما جيه عند الاربعة راح موقف البريك. عمل بريك فارمل واقف اللوب. ده اللي اتكلمنا عنه. فيوش اي مشكلة. عادي جدا. الكونتينيو هنحطها مكان دي. وكل حاجة هتفضل زي ما هي. وهنشوف الكونتينيو هيعمل ايه? عمل واحد اتنين تلاتة خمسة مفيش اربعة. بصوا يا جماعة الكونتينيو عمل ايه? الكونتينيو مشى اللوب زي ما هو بس عمل بريك لل الاتريشن ده اللي هو التكرار ده بس اللي هو في الكونديشن اللي انت طلبته منه. الشرط اللي انت طلبته منه شاله من اللوب وكمل. بكل بساطة يا جماعة من غير راغي راغي كتير عشان ما تحسوش ان الكونتينيو صعبة وطويلة. هي بسيطة وسهلة جدا. طيب الكونتينيو دي موجودة في البيتش بي وموجودة في الجافا سكريبت. يعني ايه لازمتها? ايه لازمت ان انا واقف حاجة جوة اللوب والكلام ده كله عين. انا عندي اللوب بيطلع لي كمية بيانات او اسماء يوزرس او اي حاجة في الدنيا وعايز عندي حاجة معينة اشيلها من اللوب بس ما عاملش بريك. مش عايز اللوب يوقف. هشيل الحاجة دي واكمل اللوب. دي فايدة لكن البريك بيوقف لللوب خالص. بقول له اول ما تشوف في وشك كزا اقف مش عايزين خلاص. ده البريك. اول ما تيجي عند محمود واقف خلاص. مش عايزين يوزرات تاني. لكن الكونتينيو بقول له اول ما تيجي عند محمود شلي محمود وكمل. هو ده الكونتينيو بكل بساطة. طيب. انا هنا يا جماعة. اقدر اعمل اتنين لوب جوه بعض. فار اي وفار اكس. وهجي جوه الفور ده هعمل فور اللوب تاني. هقول له اكس بتساوي مسلا خمسة. اكس اصغر من عشرين. وبدل خمسة خليها خمستاشر. وهقول له اكس بلاس بلاس. وهنا هقول له كونسول دوت لوج. وجوه الكونسول دوت لوج هطبع الاي. واعمل كونكاتينيت واطبع الاكس كمان جنب الاي. مش بس الاي. الاكس والاي. الاكس من اللوب اللي جوه. والاي من اللوب اللي برا ده. وعشان اللوب ما يكونش كبير خلينا ان الاي تكون اصغر من خمسة. ونشوف اللوب ده يطلع علينا ايه. بصوا معي يطلع علينا ايه? 16 17 18 19 عشرين سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين اهى جمعهم لي مع بعض انا مش عايز وجمعهم لي انا عايز اعمل كونك تينيت طيب هروح انا عامل كونك تينيت بينهم كده وحط هنا مسافة بالشكل ده واشوف الشكل هنشوف عمل ايه واحد 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 فدلت بعلي اللوب الاولاني اهو وجانبه اللوب التاني خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمانتشار تسعتاشر بعد supervis انطبع ال mentioning uh...rania22222 جواه اللوب اللي هو الصغير الابن كامل. بعدين تلاتة واللوب الابن كامل. بعدين اربعة واللوب الابن كامل. وهكزا. عشان هو الاب. طيب. اللابل هنا يا جماعة بيعمل ايه? اللابل ده اعرف به اللوب بتاعي ده. هسمي ده مسلا مين لوب. واحط كده. وجوه هنا مسلا بالشكل ده. طيب. ادي المين لوب وادي اللي تشايد لوب. في حاجة هنا تأثرت. فيش اي حاجة شايفين? ولا الهواء. محصلش اي حاجة. مجرد ده تسمية زي ما انه شايفنا. حط بعدها كولون. نقطتين يعني. مش سيمي كولون. طيب. ايه بقى فايدة? ايه بقى فايدة المين لوب ده? نا ممكن نستخدم معهم الكنترولز اللي احنا اتكلمنا عنها. طيب. تعالوا نستخدم بقى البريك. قبل ما نقفل الدرس. نشوف البريك. ممكن نعمل بها ايه? انا. انا عايز اقوله هنا. لو. لو ايه بقى? اكس. بتساوي تساوي. ستاشر. او سبعتاشر. عايز اقوله لو الاكس دي وصلت عندي السبعتاشر. اعمل لي بريك. بريك لمين? ما هو لازم حدد له بريك لمين? هقوله بريك للي تشايد لوب. تشايد لوب. اعمل لي بريك للي تشايد لوب. طيب. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل عشان نفهم ايه الكلام العجيب ده. واحد واحد خمستاشر ستاشر. اللوب الكبير شغال. اتنين تلاتة اربعة. بصوا اللوب الكبير واحد اتنين تلاتة اربعة شغال عادي. واللوب اللي جوا خمستاشر ستاشر. خمستاشر ستاشر. خمستاشر ستاشر. عمل لي بيتكرر. بيتكرر مع الاب لكن جي عند السبعتاشر. وعمل بريك. اي حاجة بعد السبعتاشر من السبعتاشر وانت طالح؟ لو انا قلتلو بريك. مين اللوب؟ اللوب الاصلي عمله بريك. هيحصل ايه؟ غصو �يلوود. عمل ايه? جي عند السبعتاشر وماكملش اللوب الاصلي اصلا اللوب الاصلي لو وقف هيوقف اللوب الفرعي اللي هو جواه اصلا فايه اللي حصل راح عمل واحد واحد والواحد دي جواه خمستاشر وجواه ستاشر وده جماعة حاجات فرعية زي انت بتجيب فصل وجواه الفصل ده جواه طلبة الفصل التاني جواه طلبة الفصل التالت جواه طلبة قلت له ان انا عند الطالب اللي هو رقم كزا في الفصل اعمل فهيجيب كل الفصول بس يجي عند الطالب ده ويقف انما انا قلت له وقف لي الفصول نفسها فجي عند الفصل اول فصل طبعه وراح طبع الطلاب اللي جواه اول ما وصل عند الطالب ده اللي هو رقم 17 رح موقف بقيت الفصول كمان بقيت الفصول كمان وقفت ما بقاش فيه الفصول التانية اللي هي 2 و 3 و 4 والكلام ده كله طيب كويس لو جيت قلت له 19 مثلا عند 19 وقف لي له بيعمل ايه برضو الفصل الاول طبعه رح طبع 15 الطالب رقم 15 والطالب 16 والطالب 17 والطالب 18 وجي عند الطالب تسعتاشر رح موقف الاصل اللي في الفصول والطلبة. فبالتالي زي ما انتم شايفين ما عملش اي حاجة تاني والبيانات ما تلاقتش. برضو عشان نتأكد هقول له هنا المرة دي هسيب الفصول تتبع بس هوقف عند الطالب رقم تسعتاشر. اهو طبع للفصول واحد اتنين تلاتة اربعة هو الفصول اهي. وجي عند الطالب تسعتاشر ما طبعوش. ما طبعوش من الفصل. لكن دخل على الفصل التاني اللي هو الاساسي. وراح طابع التاني اهو خمستاشر ستتاشر سبعتاشر تمنتاشر جي عند الطالب رقم تسعتاشر رح عامل للفصل ده. بس ساب الفصول التانية شغالة تلاتة اربعة خمسة ستة وهكذا الفصول شغالة لكن ييجي عند اللوب نفسه اللي جوه وعند الطالب اللي هو واقف عنده ده ويقول له ما تكملش اللوب. قادي يا جماعة بكل اختصار البريك والليبل وانتا ممكن تستخدم معاها كل الكلام ده كله. البريك دي يا جماعة. الدرس بسيط وسهل جدا ويا رب يكون عجبكم وما فيوش اي مشكلة. طيب. لو جينا عملنا هنا كونتينيا. وقلت له هنا مين لو. مسلا من باب التجربة. ايه اللي حصل هنا? خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر. وفين التسعتاشر? او تسعتاشر اصلا ما فيش. ما فيش بعد التسعتاشر غير عشرين. وانا اقيل له الشرط ان يكون اصغل من عشرين. طب خلينا نكتب سبعتاشر. واقول له ريلوود. ايه اللي حصل هنا? بسوا بقى ايه اللي حصل? خمستاشر ستاشر. خمستاشر ستاشر. خمستاشر ستاشر. خمستاشر ستاشر. بيكمل معي عادي. عشان بقوله كملي المين لوب عادي زي ما هو. طب لو قلت له كملي اللي تشايد لوب. ريلود. ايه اللي حصل هنا? خمستاشر ستاشر بس ما طبع ليش سبعتاشر. رح طبع لي تمنتاشر وتسعتاشر. وكمل عادي زي ما هو خمستاشر ستاشر. ما طبع ليش سبعتاشر. اللي انا قلت له تعالي عنده. وكمل. قلنا السبعتاشر ده يا جماعة اللي هو ايه? طالب لكم سبعتاشر. بتعمل ايه? بتقول له شيل ده من لوب وكمل. شلي سبعتاشر من لوب وكملي اللي تشايد لوب زي ما هو اهو مفوش مشكلة. طب لما انا كنت اقيل له كملي المين لوب ايه اللي حصل? لما قلت له كملي المين لوب حصل ايه? جي عندي خمستاشر وستاشر وراح روصل عن سبعتاشر. قلت له انا عندي سبعتاشر كملي المين لوب. عمل ايه? ساب اللي تشايد لوب خالص وكملي المين لوب. دخل على المين لوب الاصلي. اللي هو الفصل الاصلي. وراح داخل. جاب لي الطالب رقم خمستاشر والطالب رقم ستاشر وجيه عندي سبعتاشر رح تقيل له ايه كمل لي عامل من لوب سيبك من ده رح سايب ده وراح رايح على المين لوب رح مكمل رح مكمل يعمل ايه يدخل لي على الفصل التالت وهكزا يجي عند الطالب سبعتاشر وقل له كمل المين لوب تاني وسيبك من اللي انت فيه رح مكمل لي على الفصل رقم اربعة اهو ويكمل وادي كده عارفنا يا جماعة ازاي نحط وبريك والكونتينيو مع وعارفنا ازاي نتحكم في اللوب وعارفنا ازاي نعمل لوب جوه لوب وكده انت المفروض تكون عارف كل الحاجة عن اللوب بس محتاج شوية تجارب وتتعلم وتطبق علشان الكلام ده يدخل في دماغك وتفهمه مية في المية اللوب يا جماعة اكسم بالله سهل جدا والبريك والكونتينيو والليبل من اسهل ما يكون بس محتاجين بس انت تركز فيهم وتستهيفهم استهيفهم ما تخافش منهم عشان تعرف تتعلمهم لانه هم سهلين جدا الكود قدامك منصك متلون كل حاجة فيه سليمة وواضحة مين لوب فور لوب الكونتينيو بتعمل ايه والبريك بتعمل ايه والموضوع سهل وبسيط جدا ويا رب يكون عجبكو والدرس يكون سهل اي حاجة تقف معاك تقدر تسالني في القناة او على الجروب في الفيسبوك او على الاسك وشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي عشان نراجع على كل الحاجة في اللوب قبل ما ندخل في الماس ان شاء الله يا رب الدرس يكون عجبكو وشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله وشكرا